وفقت لجنة الشؤون الدستورية وتشرعية بمجلس النواب على نحو 170 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وأعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية مؤكدا أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وضف فوزي أن مشروع القانون يحقق مزيدا من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان